في حد بقاتل رسالة وإحنا غايبين بيقول أنت كل ما تغيب الأسعار بتغلق بتعلى يقول تعم أنا مليش داخل بالقصة لكن أزمات وراء أزمات بتطحن في المصريين وزاد الطحن والدهس أكتر وأكتر في الكام شهر الأخرين مش الأسبوع الأخير كمان خصوصا بعد تعويم الجنيه على سعر الدولار اللي بقت 30 ده اللي دفع الحقيقة صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية أنها توصف الوضع الاقتصادي في مصر بأنه بن قسين خطير جدا صح صح معايا بقى خلصة القصة الفاينانشل تايمز البريطانية اللي طالع عمر أديب وعمد أديب ومن علش هكذا تقول لك إيه الإنجليز مش عارفين يأكلوا ده الإنجليز مش لقين زيت ده الإنجليز مش لقين مش تخيل دول أمش أقول لك بقى في زيت ومش تخيل من القصة دي تخيل اللي بيقولوا عليهم مش لقين يأكلوا دول الجورنال بتاعهم المحترم وصف الوضع في مصر بأنه خطير اسمع بقى هذه الفاينانشل تايمز محنة الاقتصاد تضرب كافة فئات المجتمع المصر يعتبر 60% من السكان فقراء أو معرضين للخطر 60% بسبب التضخم وأزمة العملة تخيل 60% من المصريين معرضين للخطر يعني 60 مليون أهل الخير للأسف هم كمان عجزين عن توفير مساعدات للفقرة زي ما حصل في إينا كده بيقول الراجل من إينا نأسف لغياب الإطعام الأسبوع التاني على التوالي ونأمل الأسبوع القادم أن يتجمع لدينا ما يكفي ونوزع المحتاجين لا تنسوا أسيادنا البسطاء يا أحباب أعينوهم على كفاية بيوتهم الحقيقة إن الغلابة ما بقوش قادرين يشتروا حتى كيلو رز اللي سعره وصل إلى حوالي 25 جنيه تقريبا يعني كيلو رز يصل إلى 25 جنيه في الأسواق أو بالأسواق 25 جنيه شحط محت عجبك مش عجبك ارتفاع كبير في شكارة الرز ليه بقى 25 جنيه 25 كيلو وصلت إلى 600 جنيه في الأسواق تخيل في أزمة في الرز ما تقولش نقدر لأ لو قلنا لأ العالم هيطلع يقول علينا بنجدب رجب شحاته في أزمة في الرز ما نقدرش نقول لأ كيلو الرز يصل إلى 30 جنيه قبل رمضان إذا لم تتدخل الدولة ده نقيب الفلاحين اللي بيقول وطلق النهاردة رئيس شعبة الرز يقول الناس اللي مش قادر تشتري الرز اتطمنوا سعر كيلو هيكون بـ 25 والله العظيم رئيس شعبة الرز للمواطنين اتطمنوا سعر الكيلو لن يزيد على 25 جنيه وأنا وأنا جايب أكتولي الكلام ده أحمد فرغالي النائب بتاع بورسعيد بيقول هاجم الحكومة واتهمها بالفشل وأنها غرأت أو غرأت في كيلو رز وبالتلاعب في قوت الشعب وأنها سبب أزمة الرز نسمع كده النائب أحمد فرغالي وزارة التموينة رايس نحاولت في الفترة الأخيرة لوزارة السود السوداء الحكومة غريت في كل رز الحكومة طركت المواطن معدوم الداخل ومعدوم الداخل فريسة لغناء الأسعار يا رايس الحكومة تنتعي صلاحت heritage وزارة التموين نتلخلت في أزمة الرز الرز بقى في سعرين ومش موجود تلخلت في أزمة الزيت الزيت اختفى تلخلت في أزمة الأمح كبرسعية سعر الرغز plastics في شهر من جنيه لجنو نص وكل دوك والحكومة لا ترأي شيء الحكومة بتصدر قرارات ومعني شيء فاوهمية بتقولك فيه السلعة الاستراتيجية احتياط من الرز ست شهور مثلا احتياط من الزيت خمس شهور طيب الاحتياط ده زي موجود وكل الأسعار ده عمالها تزيد والحكومة فيه ولي تاني خالص على المواطن الحكومة رئيس في الدعم اللي بتقدمه طيب على كل حال ده اللي قاله النائب أحمد فرغالي عشان بس أنا بس واريكو دلوقتي أخبار سريعة عن أخبار الأسعار إيجايز الأسعار عندك أرخص عشان الناس مش تلاقي رز يعني معلش بقى نوقف هنا وقفة في محافظات في مصر كده مشهورة بالفقر زي سهاج زي جنة ومش أصدي دي إهانة أصدي نسبة الفقر فيها كام نسبة الفقر في محافظات زي سهاج عالية جدا بس نسبة بس في محافظات تانية غنية زي دوميات زي برسعيد زي المحلة ليه أنا بقول التلاتة دي لأنه دوميات مفيش عيل صغير قد كده إلا وشغال وعنده حرفة أنا بتكلم على زمان قبل ما يجي البومة قبل ما يجي البومة أبوش نحس زمان مش زمان قوي يعني من خمس ست سنين قبل البومة ده ما يضرف في إيده في البلد زمان كان دوميات تحت السلم ورش فوق السلم ورش عالسطوح ورش فكل دوميات بتشتغل فما فيش فقر نسبة الفقر موجودة بس ضعيفة قوي برسعيد كلهم تجار كلهم تنزل برسعيد آه فيه نسبة فقر أو نسبة بطالة بس ضعيفة لأنهم تجار تخيل بقى لما دوميات وبرسعيد دول دول يبقى الناس بتوقف كده على طوابير الرز والحاجات دي يبقى سيسي جاب درافة بقى